جلات الجلدين هداب الهدفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهد طيب دوري الرتيف اللي أنا عرفته أنه دوري الرتيف راح يكون دوري المرادف للمباريات دور المحترفين وهي مسابقة تخدم اللاعبين الصاعدين درجة الشباب وكمان إتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين الغير أساسيين طبعا انقسموا المؤيدين والرفضين الدوري بعضهم شايف أنه المحلي لازم ياخد فرصته أيضا ويزيد سعره وفي ناس شايفين أنه اللاعب الأجنبي لازم يقل جلبه إلى الأندية أو بسعر أقل لأنه أنتوا عارفين أنه أكتر الأندية دائما بيكون عندها ديون أو يكون عندها مستحقار أو رواتب متأخرة أكترهم لعبين أجانب وفي بعض الأندية قالوا أنه راح تعاني من الأزمات المالية وما عندها القدرة على تحمل ديون وأعباء جديدة يعني في المعارض وفي الموافق أنتوا كمان إذا سمعتوا حلقتي في منكم المعارض وفي منكم الموافق ولكن ما في أي شيء يدرس أو ينطرح أو تقوم مسابقة أو دوري على شيء إلا لي إيجابيات وليسلبيات حاب أقول الإيجابيات اللي عندي والسلبيات اللي عنده لكم حرية المشاركة وأنكم تجاوبوا وأنكم تعطوني رأيكم ولكن قبل كل شيء فعلوا الجرس واللي ما اشترك يشترك وأدعموني لأني أنا بحاول أقدم كل شيء جديد سواء عن الاتحاد عن المنتقب عن الفرق الأخبار كل شيء حكايتني أقول مصادري جاني اتصال خاص لا أنا حب أنزل كل شيء بعد الاتمام والموافقة وينزل في الحساب الرسمي أو ينزل في حساب أعضاء مجلس الإدارة أو منصوب الاتحاد ونبدأ في الإيجابيات والسلبيات طيب ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين وكل تلكم راح نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات وأنا حاب أتكلم عن الإيجابيات لأنه فيها أشياء أو نقاط عجبتني وفي نقاط ما عجبتني وهتكلمكم عن النقطة الوحيدة اللي ما عجبتني أول حاجة أنه يبقى اللاعب في جوء المنافسة واكتشاف لاعبين شباب وعناصر جديدة ياخدوا الخبرة من اللاعب المستمر ويشاركوا في البطولات وفي الدورة أيضا وجود أوجه جديدة على ساحة الرياطة مساعدة المدرب أن يكون فيه بديل لأي لاعب ويكون موجود اللاعب جاهز للمنافسات يعني ما يضطر المدرب أنه يجهز اللاعب أو يضطر المدرب يلعب باللي عنده في الدكة وهو أساسا مواثق فيهم هو ما عنده بديل يكون البديل جاهز انخفاض قيمة اللاعبين الأجانب قيمتهم المالية تنخفض ليش؟ لأنه أنت عندك لاعب محلي جاهز تجيب أجنبي لي؟ تخسر نفسك لي؟ تراكم الديون ومستحقات اللاعب عليك لي؟ تقليل الإعارات هذه النقاط الإيجابية والنقطة اللي أنا حاب أتكلم فيها تقليل الإعارات طيب اللاعب إذا ما انتقل من نادي أو نادي أو أعير من نادي أو نادي طبعا اللاعب ما راح يكتشف أو ما راح تعرفه إلا لما نلعب في مسابقات أو في دوري أو في كأس يعني اللاعب هيفضل في الدكة إذا ما أعرته وشافه موهبة اللاعب وقدرة اللاعب وأخده النادي اللي محتاج اللاعب مختفي عن الأنظار هذا النقطة اللي أنا ما حبيتها اللي هو تقليل الإعارات طب أنت راح تحمل النادي لاعبين فوق طاقتهم ورح تحملهم عب ورح تحملهم بيزنس يعني حتى ما هتلاقي الملعب أو النادي أو أرضية الملعب اللي هتشيل اللاعبين ما يقلوا يمكن عن 18 أو 30 لاعب طيب نتكلم عن النقاط السلبية الموجودة النقاط السلبية الموجودة هي اللي أنا تكلمت عنها اللي هي لو قلت إعارة اللاعب يعني ما راح ينعرف إلا في مباريات كبيرة لكن لو خليت اللاعب يروح يلعب في أي نادي ثاني ممكنين عارف ما زبط ممكن يروح لنادي ثاني إلا ما تطلع مواهب اللاعب مع أي نادي أيضا في أندية ما عندها فئات سنية أو ما هي مجهزة فئات سنية يكون عندك بديل تكون عندك الدكة مليانة أبدا هذا شيء غير موجود راح يكون هناك فوارق بين الأندية راح يكون في إصابات وإرهاق على اللاعبين المشاركة في أكثر من منافسة والضغط راح يكون كبير في المباريات لأنها تكون وراء بعض وأيضا النقطة اللي أنا تكلمت عنها صعب أنت تلاقي أندية أو تلاقي نادي أو مساحة للتدريبات ولي المباريات راح يكون في الضغط قوي عشان كده أنا قلت في ناس مؤيدة وفي ناس رافضة وأنا حابة أسمع رأيي كل واحد فيكم في دوري الرديف هل هو ضروري أو لا هل هيطبق في جميع الأندية أو هو اختياري كما قالوا وشكرا لكم وعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر